تحرص الدولة على بناء استراتيجية متكاملة للاستثمار في العنصر البشري تعليميا من أجل خلق جيل من الكوادر التي تمتلك مستوى متطور من القدرات الفنية والرقمية تسعى الدولة للتوسع في إنشاء الكليات والمدارس التكنولوجية وذلك لتعزيز القدرات التنافسية لدى الخري مدارس التكنولوجية التطبيقية بوضع عم هي مدارس الهدف منها تأهيل طلبة نصر لسوق العم مدارس المدارسة هنا أن أشتغل نظري وبانزل معي من البطبق عملي شينك الصناعة هنا نظر أنه هو استصنع في طلابه بالتالي هو أرحب للناس لأنه أعين هؤلاء الخريجين بعد كده فالمدارسة دي فعلا تعتبر تغيير مفهوم التعليم الصناعي في مصر فرحان أن الولاد بتدرس حاجات أنا شخصيا درستها بعد ما خلصت الكلية بتاعتين إحنا بدأنا تطبيق نموذج مدارس التكنولوجية التطبيقية وده نموذج للتعليم مصري صرف قائم على العمل محاكا لما يتم في ألمانيا من نظام التعليم وتطبيق المجدد النظام ده بدأ سنة 2018 وجود ثلاث مدارس المزارة بتقدم المبنى والطلباء والمدرسين الشركة الصناعية بيقوم بعملية إعداد هذه المدرسة ومعاملها وموراشها الطالب بيبتدي يقدم إلكتروني ما فيش تقديم وراكي في المدارس هو الامتحان عبارة عن مواد ثقافية وآيكيو تاني حاجة بيدخل على مرحلة المقابلة الشخصية إذا كان الطالب أساساً عنده ثبات فعالي أو الطالب بدنياً وصحياً لائك ويوجد عنده أي موهبة بالنسبة لأي تخصص من التخصصات اللي عندنا فبيبتاز المقابلة الشخصية وبيتم قبوله على مرحلة المدرسة في أول اختبار كانت امتحانات كدرات وامتحانة عربي وإنجلش ورياضة وبعد كده بعد ما تقبلت في الاختبارات وكان في ناس كيرة جداً مقدمين لقيت انترفيو وراح تقدمت في الانترفيو وتقبلت في الانترفيو كذا عايزة شوف أدور على حاجة لها مستقبل أحسن في مصر فأنا لفت نظري للمستقبل مصر دلوقتي كله في البرمجيات والكميونيكيشن سيستم أكتر حاجة بتمعيز المدرسة إن هي فيها قسمين مش قسم واحد الفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي وهم مش موجودين في أي مدرسة تانية والتدريب العامي بعد ننزل يومين في الأسبوع البساط بيجينا لحب البيت وبتاخدنا بنروح للموقع التدريب اللي هو التوكيل وبندرس بقى وبنشوف بقى بنشوف السيارة بقى بخش ازاي وبنتعاني لبيتنا وبنفسنا وأنا أصلاً يعني يعني بحب الفن جد فكررت إن أنا ألطحك بالمدرسة بالذات إن هي في أكاديمية الفنون معقل الفن أصلاً في الوطن العربي كون من صغري أنا كنت حابب من الكرتون قوي وبتفرج عليه كتير فكان في دماغي الناس اللي بتصنعوا بتصنعوا ازاي ولا بتعملوا ازاي فلقيت إن مدرسة HST موفرة بقسم الفنون الرقمية للفنانين الصغيرين اللي هم عايزين يبدأوا يعني وكده الشركة الاصطناعية بيقوم بعمل مجموعة من الحوافز سواء كان للمدرسين أو للطلبة كمكافئات على فترة تدريب العمل اللي هم بيوموا بيها بالإضافة لتوفير الملابس الدراسية وطبعاً وسيلة انتقال من وإلى منطقة تدريب العمل مدرسة وي هي بنقول المدارس اللي متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الجمهورية اللي هي بتهتمت ثلاث حاجات في نفس الوقت اللي هي المعارف والمهارات وسلوك الطالب بتعرف إن فيها التخصصات اللي أنا بحباها زي الكميونيكيشن وده برضو اللي خلاني اختاره لأنه هو في تخصصات كتير جداً داخلية عنه زي مثلاً المايكويف ترانسميشن والاوتيكال فايبر ترانسميشن والموبايل سيستيم وحاجات تانية مهمة زي الانترنت أوف سينجس والفاي فجي والكلام ده طبعاً كله مهم لينا ومهم في المستقبل ومشروعي هو فور دابي دي روبوت فور ويل درايف هي عربية صغيرة بنقدر تحكي فيها عن طريق موبايل ويرلس بدرت أول حاجة جزء بتاع التحكم من أنها تحكموا في العربية واحدة أهداً بدرت أزود شوية خصائص عليها زي مثلاً سمارت كاميرا الموجودة ومسلاً الروكوتك أورم تزراع إلي بندرس جيرمان وعربي ودين وماس وكامستري ومواد تخصص بندرس كهرباء وميكانيكا المدارس دي مجانية بالكامل بيطبق عليها ما يطبق على باقي مدارس التعليم الفني العادية لكن فيه مجموعة من المتجازات اللي الطالب تتحصل عليها في المدارس دي أما أنه بياخد الدبلوم العلوم التكنولوجي اللي بياخده من المزارة بالإضافة لشهادة اعتماد دولي من أحد الجهات المعتمدة دولياً في هذا المجال اللي بيعمل فيه الطالب حالياً نحن دلوقتي الخارجين من المدرسة اللي أدوف على الأولى لأنا منهم نحن نتوزعنا دلوقتي على المصنع دلوقتي حالياً مبسوط لأن أنا أولاً في المجال اللي أنا حبيته وبشتغل في اللي أنا بيحبه ببنا تجربتي بقى لما أتخلقت إن أنا حيات اللي أنا عايزة إن إحنا كنت دخل مدارس أصلاً عشان فرصة العمل ولقيتها ترجمة نانسي قنقر